اربعة عشر وزيرا جديدا والابقاء على اثني عشر وزيرا من الحكومة السابقة فضلا عن ترقية اربعة ولات الى منصب وزير كما اسندت الى اربع نساح قائب وزارية هي التشكيلة الحكومية الجديدة للوزير الاول عبد المجيد تابون التي يتشكل نصف اعضائها من اربعة احزاب من الموالات وهم حزب جبهة التحرير الحاكم التجمع الوطن الديمقراطي الحركة الشعبية وتجمع امل الجزائر حيث ابدوا عزمهم على دعم عمل الحكومة الجديدة ومرافقتها نحن سنرافق الحكومة وندعمها والحكومة لها مهام طبعا صعبة بالرغم ان سيد رئيس الجمهورية اكد على ضرورة الحفاظ على القدر الشرية للمواطنين في المواد الاساسية هذه الحكومة ضمت وجوه جديدة في حين استغنية عن كثير من الوجوه لربما صنع الجدل سابقا والحكومة هذه منتظر منها يعني منتظر منها مجهودات كبيرة لتجاوز الوضع الصعب على الطرف الآخر فإن بقاء نحو نصف طاقم الحكومة السابق يؤشر برأي بعض احزاب المعارضة على ان الحكومة الحالية لا تحمل اي تغيير في اجندة عملها مستقبلا لسيما امام حرك اجتماعي متقل بازمة مالية تواجهها البلاد منذ سنتين الازمة تتعفن كان منتظر ان تكون هناك تغيير جده بعد الانتخابات التشيعية هذا اللي منرها كل الاسماء التي استحوذت على الحقائب الوزارية المهمة هي نفسها التي كانت في السابق هناك اسماء جديدة ولكن اتت من سلك الولات ومن سلك الاضاة اذا ليس هناك تغيير نفس الاشخاص اما الشارع فقد تبينت اراءه بين مرحب ومنتقد بخلاف الحكومة السابقة اللي كانت متكونة مزج احزاب الحكومة هذه شفنا بل رئيس جمهورية وسع في المشاركة على الاحزاب الاخرين وان شاء الله الحكومة هذه تكون تستهجيب لتطلعات المواطنين للأسف خيبة امل كبيرة ويكون نسنة تغيير وجوه جديدة في الحكومة وهي هي يعني يكون نسنة بعض الشباب يحطونهم في الحكومة ما تغيرتش كامل ويتعين على حكومة الوزير الأول تبون تسير تدعية شح الموارد المالية في ظل تراجع مداخل النفط وتحضير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2019 حكومة اقرب للحكومة التقلغراطية تبحث عن تسير المرحلة وليس معالجة او حل حالة الازمة لان حل حالة الازمة تحتاج الى قرارات كبيرة وشجاعة في ظل الازمة الاقتصادية تباين واضح في مواقف الطبقة السياسية وحتى شرائزاء الطاقم الحكومي الجديد بين مرحب ومنتقد حكومة ستكون برأي متابعين امام تحديات مالية صعبة مقترنة برهانات الاستحقاق الرئاسي المقرر قبل اقل من سنتين محمد جرادة الحرة الجزائر